اشتركوا في القناة إلى 30 كيلومتر في السعب بشكل عام تظهر أيضا بعض السحب العالية المتفرقة على بعض المناطق متوقع أنها ستستمر معنا حتى نهر يوم الغد من بعدها ستبدأ تتلاشى تدريجيا فرص الرطوبة أيضا مستمرة معنا الليلة وحتى نهاية يوم الغد من بعدها ومع تحول الرياح إلى رياح شمالية غربية متوقع أنها ستخفل الرطوبة الأجواء الحالية في مدينة الكويت أجواء تميل إلى الحرارة وتصل درجة الحرارة حاليا إلى 40 درجة مئوية رطوبة نسبية 21% رؤية الأفقية نوعا ما جيدة تصل إلى 7 كيلومتر رياح حاليا جنوبية تصل سرعتها إلى 6 كيلومتر في الساعة صور الأقمار الصناعية خلال 24 ساعة الماضية تبين لنا أجواء كانت صافية بشكل عام على دولة الكويت وخالية من السحب حاليا دولة الكويت تقع تحت تأثير امتداد منخفض جوي مؤثر علينا برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه متوقعنا رح تستمر معنا حتى نهار يوم الغد من بعدها رح يرجع معنا الهوى شمالي غربي عبور للسحب اليوم مباشر من بعدها ومع تحول الهوى إلى شمالي غربي متوقعنا رح تبدي ثلاشة السحب تدريجيا عودة الأجواء الصافية والسماء الخالية من السحب خلال الأيام المقبلة الأجواء المتوقعة في منتصف هذه الليلة أجواء تميل إلى الحرارة ومتوقعة تصل درجات الحرارة ما بين 36 و 38 درجة مئوية على معظم المناطق البرية مثل ما نلاحظ رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 8 إلى 30 كم في الساعة تظهر بعض السحب العالية المتفرقة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر ومتوقعنا رح تستمر معنا حتى صباح يوم الغد لكن الهوى الشمالي الغربي رح يكون ملحوظ أكثر في صباح يوم الغد مع استمرار الأجواء اللي تميل إلى الحرارة وصباح يوم الغد متوقع تصل في درجات الحرارة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية مع استمرار الهوى شمالي غربي خفيفة لمعتدلة السرعة 10 إلى 30 كم في الساعة أما في منتصف يوم الغد نلاحظ هوى شمالي غربي على معظم المناطق البرية لكن على المناطق الساحلية وداخل البحر استمرار في الهوى الكوس لكن أيضا رح يكون خفيفة لمعتدلة السرعة 10 إلى 35 كم في الساعة أجواء شديدة الحرارة في منتصف يوم الغد ومتوقع تصل درجات الحرارة ما بين 47 إلى 49 درجة مئوية وقد تزيد عن هذه المعدلات في بعض المناطق خاصة المناطق الشمالية وشمالية الغربية من البلاد قد تلامس الـ 50 والـ 51 درجة مئوية وأيضا خلال نهار هذا اليوم سجلت درجة الحرارة العظمى في بعض المناطق 50 درجة مئوية خاصة في العبدالي والجهرة وكذلك جالياح وفي محطة مطربة الأجواء الحارة مستمرة معانه وخلال هذه الفترة نتمنى منكم الأكثر من شرب الماء وأيضا دائما نخلكم في الظل ودائما خلال هذه الأجواء نتمنى منكم عدم الخروج إلا في حالات الضرورة القسوة الأجواء البحرية بشكل عام راح يكون البحر خفيفة لمعتد الموج يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 تقدام اليوم آخر أيام الحمل وباتشر أول أيام الفساد اللي تكون فيه تيارات الماء ضعيفة المد الأول باتشر راح يكون الساعة 24 دقيقة الصبح المد الثاني 83 دقيقة مساء الجزر الأول 9 و53 دقيقة صباحا أما الجزر الثاني ساعة 10 و33 دقيقة مساء المواقع تبتن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 23 شروق الشمس 54 أما موعد أذان المغرب راح يكون الساعة 6 و50 دقيقة الطقس المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة متوقع في يوم الغد هو شمالي غربي إلى جنوب شرقي على معظم المناطق خفيفة لمعتدل السرعة 10 إلى 35 كم في الساعة أجواء مشمسة قد تظهر بعض السحب العالية المتفرقة خاصة في فترة النهار من بعدها ستبدأ تتلاشى تدريجيا أجواء شديدة للحرارة متوقع تصل العظمى 48 أما الصغرى 31 درجة مئوية رياح شمالية شرقية إلى متقلبة الاتجاه متوقع في يوم الأحد مع استمرار الأجواء شديدة للحرارة متوقع تصل العظمى 47 في يوم الأحد أما الصغرى 32 درجة مئوية مثل ما نلاحظ أجواء مشمسة سمصافية خالية من السحب بشكل عام في يوم الأحد نلاحظ أيضا مع نهاية يوم الأحد رح تبدأ تتحول تدريجيا أن الرياح إلى رياح شمالية غربية ورح تكون ملحوظة أكثر ابتداء من يوم الأثنين حتى يوم الأربعة بشكل عام الهواء رح يكون خفيف إلى معتدل السرعة 10 إلى 35 كم في الساعة أجواء أيضا رح تكون مشمسة سمصافية بشكل عام قد تظهر بعض السحب العالية المتفرقة في يوم الثلاثة عدى ذلك في يوم الأثنين والأربعة أجواء رح تكون صافية وخالية من السحب أجواء شديدة الحرارة 49 إلى 50 درجة مئوية العظمى المتوقعة أما بالنسبة للصغرى المتوقعة متوقعة تصل ما بين 30 إلى 32 درجة مئوية أعزاء المشاهدين لرطوبة مستمرة اليوم وباتشر بفعل نشاء أو بفعل الرياح الجنوبية الشرقية وأيضا الارتفاع في درجات الحرارة اللي يعانون من أمراض الربو والحساسية لازم منازلكم خلال هذه الفترة تنتهي جولتنا الجوية لكن بعد درجات الحرارة في بعض العواصم المدن حول العالم